موسيقى بشكل موجز بشكل موجز الوضوء حين يتوجه المتوضئ الى الوضوء يستحضرها هذين المعنيين اولا الطهارة لا تتحقق حينما نستعمل هذا الماء الطاهر في نفسه الا بولاية علي لاننا نوالي عليا فالماء يكون مطهرا وثانيا ان نذكر امام زماننا فولايته هي الطهور الاعظم واول مظاهر هذا الطهور الاعظم عند ذكرنا له فاننا نغسل اعضاء معينة ونمسح اعضاء معينة حين الوضوء لكن الجسد سيطهر كله عند ذكره عند ذكره صلوات الله وسلامه الاذان الاذان الاقامة شعار حقيقة هذا الشعار ولاية علي ندخل الى الصلاة لو كان هذا المعنى يتجلى عند المصلي من اول صلاته من التكبير الى نهايته الى نهاية صلاته الى التسليم لو ان هذا المعنى يتجلى فقط اننا نصلي كي نديم ذكر امام زماننا هذه علة التشريع للصلوات المفروضة حين سأل هشام بن الحكم امامنا الصادق عن علة تشريع الصلاة الامام اجاب واراد الله تبارك وتعالى وانا اقرأ من علة للشرائع للشيخ الصدق من الباب الثاني من الجزء الثاني العلة التي من اجلها فرض الله الصلاة واراد الله تبارك وتعالى كما يقول صادق العترة ألا ينسيهم أمر محمد هذا هو الذي أراده الله من هذه الصلوات ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه عن محمد لكي لا يغفلوا عنه وينسوه فيندرس ذكره حين يتحدث عمامنا الصادق ويبين لنا هذه الحقيقة يريد منا أن نعتقدها أو لا يقول لنا اذهبوا إلى المرجع الفلاني كي يحدثكم عن الشافعي أو عن ابن عربي أو عن سيد قط أنا أسألكم ماذا تقولون حين يقول لنا صادق العترة إن الله شرع هذه الصلوات لأجل أن نذكر محمد وإذا ذكرناه لوحده هذا ذكر أبتر أنتم تعرفون ذلك هل أحتاج إلى سرد أدلة في إثبات أن ذكر محمد صلى الله عليه وآله لوحده ذلك ذكر أبتر أنا أتحدث مع من مع النواصب أم مع شيعة علي وآل علي مع من أتحدث إذا كنت أتحدث مع أناس يقولون إننا شيعة لعلي هل أحتاج أن أرد أدلة وبيانات وبإمكاني أن أتحدث طويلا في هذا الاتجاه ولكنني هل أحتاج لذلك أن أثبت لكم أن ذكر محمد لوحده صلى الله عليه وآله ذلك ذكر أبتر فالصلاة هي هذه علة تشريعها كما يقول صادقهم لأجل أن نذكر محمدا وآل محمد هذا المعنى أين يتجلى هذا المعنى يتجلى أن نذكر إمام زماننا إذن هذه الصلوات هذه الصلوات هي مواعيد هي مواعيد لأي شيء مواعيد كي نذكر أنفسنا بإمام زماننا فهل المراد من تذكير أنفسنا بإمام زماننا أن نذكر اسمه فقط أو أن المراد أن نعيش عقيدته أن نعيش معرفته أن نتقرب إليه شيئا فشيئا فإننا نفتتح يومنا بصلاة عنوانها الرمزي حسين صلاة الصبح إنها صلاة الحسين نصلي صلاة الحسين إنها صلاة الصبح هذا موعد لقاء مع إمام زماننا إننا نتوجه إليه واجعل إمام زمانك نصب عينيك نتوجه إليه هو قبلتنا الحقيقية نتوجه إليه هو باب الله الذي إليه نتوجه هو وجه الله الذي إليه نتجه ونحن نعيش هذا المضمون إننا نصلي كي نذكر إمام زماننا هذا المعنى لو بقي مع المصلي من أول الصلاة إلى آخرها من دون تفاصيل من دون التفاصيل الأخرى التي مر ذكرها هي هذه الصلاة فإنك قد أقبلت على صلاتك أيها المصلي هذه تذكر إمام زمانك عند وضوئك كي تكون طاهرا وحين ترفع الأذان أو الإقامة إنها شعار وإعلان عن ولاية علي فتكبيرة الإحرام والتوجه إلى إمام زماننا وعلة صلاة هي هذه أن نديم ذكره حتى حين نقعد فإننا نقيم الرجل اليمنى ونطرح اليسرى ذلك رمز لقيام إمام زماننا وحين نختم الصلاة بالتسليم عليه فختام الصلاة بالتسليم على إمام زماننا لا كما هو الحال في صلاة مراجعنا الذين لا يعرفون يسلمون على من ومر الحديث لا يدرون على من يسلمون وقرأت عليكم حين سأل السائل السيد الخوئي من كتاب سراط النجاة كان جوابه ليس واضحا كان حائرا لا يدري على من السلام نسلم على إمام زماننا ونكبر ثلاثا هذه التكبيرات الثلاث هي شعار وإشعار فالتكبير شعارنا وهذه التكبيرات الثلاث إشعار بأننا في حالة انتظار ليوم ظهورك يا صاحب الأمر هذه تكبيرات الانتصار التي كبرها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك الانتصار المحدود بعد ذلك الفتح المحدود فتح مكة الفتح الحقيقي الكامل هو فتح إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم حين يركع المصلي الركوع مضمونه التسليم لمحمد وآل محمد التسليم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه وسلامه هناك مضمون آخر صورة لرسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته المعراجية وهو يشرف من الأعلى أعلى العرش وتتجلى له العظم ومن هنا جاء التسبيح سبحان ربي العظيم وبحمده أما الصلوات على محمد وآل محمد فإننا نحتاجها على طول الصلاة من بدايتها إلى نهايتها فلا حاجة للحديث عن الصلاة على محمد وآل محمد هي طيب الصلاة وعطرها وهي زينة الصلاة وعين قلادتها ولذا من دون الصلاة على محمد وآل محمد الصلاة لا معنى لها هذا على المستوى الطقوسي على المستوى الحقيقي معرفة إمام زماننا هي كل شيء والأساس ولاية علي كما مر الحديث في منظومة الصلاة بكل أبعادها فالركوع يأتي بمعنى التسليم لإمام زماننا ومرت الرواية عن سيد الأوصياء حين سأله السائل عن مد العنق عند الركوع هو التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى التسليم لأمره والانقياد لطاعته وهذا لا يتحقق إلا بالتسليم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فالركوع هو عنوان التسليم الركوع مضمونه التسليم ولذا جاء التسبيح مقرونا بالعظمة فأمام العظمة ما الذي يأتي أمام العظمة يأتي الصغر والصغار الصغر واضح معنا الصغار يعني المذلة مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا صغير وهل يرحم الصغير إلا العظيم التسبيح عند الركوع تسبيح مصحوب بذكر العظمة سبحان ربي العظيم وبحمده وأمام العظمة يستسلم الصغير أين يعطي الصغير وجهه أمام العظمة ففروا إلى الله ففروا إلى الله كيف نفر إلى الله نحن نحن هكذا نقرأ في الأدعية الشريفة إني إني فار منك إليك إلى أين أفر ففروا إلى الله إلى أي جهة أفر أفر إليك إني فار منك إليك الفر الفرار إلى الله هو الفرار إلى بابه إذا كان الفرار منه إليه إلى أين أعطي وجهي أعطي وجهي إلى بابه أين باب الله الذي منه يؤتى هناك باب واحد مثل ما جرى على أرض الواقع أن النبي الأعظم أغلق الأبواب جميعا التي فتحت على المسجد ولم يبق إلا باب واحد باب من تعرفونه بقي باب واحد هو هذا الباب المفتوح على بيت الله فقط هذا الباب الذي الذي يدخل منه يدخل إلى بيت الله والذي يخرج من يخرج من بيت الله إنه علي حين أتحدث عن باب يدخل من ويخرج من لا أتحدث عن الباب الخشبي الباب الخشبي كان رمزا فيزيائيا أن أتحدث عن الباب الحقيقة أن أتحدث عن علي فالفرار إلى هذا الباب إني فار منك إليك فراري إلى هذا الباب من هنا أقبل على الله ومن هنا يقبل الله عليه ولك من صلاتك ما أقبلت عليه وصلاتي علي هو الذي يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم فصلاتي علي لك من صلاتك ما أقبلت عليه فتسبيح الركوع مصحوب بالعظمة وأمام العظمة يتهاوى الصغير مستسلما ومسلما وهذا مرادي من أن الركوع مضمونه التسليم ومن الركوع إلى السجود وفي السجود يأتي التسبيح مصحوبا بالعلو سبحان ربي الأعلى وهنا هنا تأتي السالمية جلية جدا فبعد الركوع حتى حتى في الحركة الفيزيائية للجسد فإن الجسد هوى على التراب هذا الجسد هوى على التراب الجبهة التي مسحت بتراب كربلاء سجدت على تراب كربلاء والمساجد التي هي لله هذه المساجد التي هي لله مسحت عند الولادة بتربة كربلاء هي الأخرى وهوى الجسد مسلما وهنا يتسامى معنى التسليم إلى معنى السالمية فبعد العظمة جاء العلو ومرت الرواية التي تدور مضامينها حول الصلاة الأحمدية المعراجية لا مجال لإعادة نصوص هذه الرواية مر الحديث فيها في مضمون السجود صحيح كان الحديث عن السجود فيه رمزية العلاقة بالأرض منها خلقنا وإليها نعود ومرت الروايات وقد ينسجم هذا المعنى مع مزاج نفسي وإقبال معنوي عند هذا المصلي أو عند ذاك ويأتي مضمون آخر للسجود حين تعود بنا الذاكرة إلى سجود الملائكة وعصيان إبليس إنها قصة الخلافة ويتفرع على هذا المضمون أننا نتجه إلى البار وهذه الأعضاء تحمل في طياتها رمزية لمعصية أبينا آدم لمعصية الإنسان حين توجه إلى الشجرة التي نهي عنها كل هذه المضامين تتحدث عن السالمية حتى في الصلاة الأحمدية المعراجية وما كان من غشي وبعد ذلك جاءت إفاقة وبعد الإفاقة جاء غشي آخر ومر الحديث لا مجال لذكره يمكنكم أن تراجع الرواية التي دارت مضامينها حول صلاة الأحمدية المعراجية يمكنكم أن تراجع الحلقات السابقة حتى هذه فيها إشارة واضحة للسالمية التي هي أعلى درجات التسليم أعلى أعلى وبعد العظمة يأتي العلو ماذا نقرأ في سورة الزمر في الآية التاسعة والعشرين من سورة الزمر ضرب الله مثلاً ما هو هذا المثل ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون المثل عن رجل عبد وحتى عن رجل حر لنفترض رجل حر ما هو بعبد مملوك ولكنه أجرى عدة عقود في آن واحد فأجرى عقد عمل مع الشركة سين وعقد عمل مع الشركة صاد وعقد عمل مع الشركة جيم وأوقات العمل هي وهو يحاول أن يوفق بين وظائفه لهذه الشركات فهذه الشركة تريد منه أن يفعل كذا وذاك المدير في الشركة الأخرى يريد منه أن ينتظر في مكان كذا والثالث والرابع هل يستطيع هذا الرجل أن ينفع طرفا من الأطراف المثال في أصله عن رجل مملوك يملكه عدة أشخاص فمالك يريد منه أن يتحرك باتجاه الشر ومالك يريد منه أن يتحرك باتجاه الغرب وهكذا هل يستطيع أن يفعل شيئا إنه يبقى في حيرة من أمره وملاكه مالكوه لن ينتفع منه شيئا أبدا الآية تقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون هو رجلا سلما لرجل سلما يعني سالما هل يستويان مثلا الكلام هو الكلام عن مؤمن منتظر ينتظر إمام زمانه وقد فرغ قلبه لمعرفته وخدمته مثل ما يقول إمامنا الصادق حين سألوه عن إمام زماننا الحجة بن الحسن ماذا قال قال لو أدركته خدمته أيام حياتي وعن رجل آخر يعيش في ظل رغبات مختلفة وفي ظل ارتباطات متنوعة فهو يعمل لهذا الحزب ويشتغل لذلك المسؤول ويركض وراء حاجات جعلها مطمحا عاليا له لن ينالها إلا بالتقرب لذلك السلطان أو لذلك الشيخ أو لذلك أو لذلك أو لذلك المرجع أو لأي جهة أخرى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا لا يمكن ذلك والقضية هي هي إذا أردنا أن نطبقها والمراد هو هذا أن نطبقها على عقولنا حين تكون عقولنا وقلوبنا مشبعة بثقافة واحدة هي ثقافة الكتاب والعترة هل يمكن أن تكون مشابهة لعقول تقاذفتها أمواج الفكر الشافعي والحنفي والأشعري والمعتزلي والصوفي والقطبي وغير ذلك تلك عقول تقسمت لن تصل إلى الحقيقة هذا هو الواقع الموجود العالم الذي تقسم عقله بين بين كل هذه الأجزاء لن يصل إلى الحقيقة والعالم الذي جمع فكره على منهج الكتاب والعترة هو هذا الذي يمكن يمكن أن يصل إلى الحقيقة يمكن يمكن أن يصل إلى الحقيقة ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً ماذا يقول آل محمد في هذه الآية هذا هو الجزء السادس من تفسير البرهان السيد آشم البحراني رحمة الله عليه صفحة 538 من طبعة مؤسسة الأعلم الرواية الثالثة عن أمير المؤمنين والذي يحدثنا بهذا الحديث محمد ابن الحنفية صلوات الله عليه ينقل عن أبيه سيد الأوصياء هو رجلاً سلماً لرجل ماذا قال أمير المؤمنين قال أنا ذلك الرجل السالم لرسول الله أنا ذلك الرجل السالم لرسول الله رواية أخرى عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر أبو خالد الكابلي يقول سألته سألته الإمام الباقر عن قول الله عز وجل ورجلاً سلماً لرجل ماذا قال الباقر قال الرجل السالم لرجل علي وشيعته الرجل السالم لرجل علي وشيعته قطعاً هنا وشيعته العاطف ليس المراد العاطف بمو ليس المراد العاطف بمستوى التساوي أبداً وإنما الشيعة يمكنهم أن يعيشوا في أجواء هذا المعنى في أجواء هذا المضمون السالمية لرسول الله والسالمية لرسول الله هي السالمية لإمام زماننا هذا المعنى الذي يتكرر يتردد في الزيارات إني معكم معكم لا مع غيركم في أجل معانيه في أوضح مراتبه يتحقق معنى السالمية لإمام زماننا ورمزية هذه السالمية تتجلى في السجود فإننا في السجود نلتصق بهذا التراب بكل ما عندنا هذه المساجد لله نلتصق بهذا التراب ونرغم آنافنا على تراب الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولذا قال الصادق إن السجود على تراب الحسين يخرق الحجو السبع فمن تكبيرة الإحرام التي تشير إلى الحجو السبع وهي تكبيرة حسينية إلى السجود على تربة الحسين وهذه التربة هي معراجنا في أن نخرق الحجو السبع وهي تخرق الحجو إلى الأرض السابعة إنها تخرق الحجب في العوالم السفلية وفي العوالم العلوية أي تراب هذا وما قيمة هذا التراب قيمته وسره للذي ينسب إليه القيمة هناك السر هناك السر في هذا التراب هو انتسابه لمجمع الأسرار هناك عند حسين هذا التراب الذي اكتسب صفة الطهار لماذا لأنه ينتسب إلى حسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرامك هذه الطهارة في هذه التربة هي التي تخرق الحجوب السبع وتخرق الأرض إلى طبقتها السابعة إنه خرق من جميع الجهات عروج في جميع الاتجاهات لماذا لأننا نسجد على تربة تنتسب إلى حسين ويكفي يكفي أن أقول إنها تنتسب إلى حسين وبعدها أقول كما قال صلى الله عليه وآله رفعت الأقلام وجفت الصحف بعد ذكر حسين لا حاجة لأن نكتب شيئا انتهينا حتى لا نحتاج إلى أن نقول نقطر السطر أبدا هنا تنتهي النقاط وتتلاشى السطور فقد أشرق حسين وتم الكلام نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل يعود إليكم هذا هو مفاتيح الجنان بين يدي الكتاب المتوفر في أكثر بيوتكم دعاء الجوش الصغير هكذا يعرف في كتب الأدعية وهكذا هو معنون في هذا الكتاب في المفاتيح دعاء الجوش الصغير مروي عن إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر لمن لهم دراية في كتب الأدعية لا يشكون في صحة هذا الدعاء لا شأن لي بالذين يعتمدون على الأسانيد وقذارات علم الرجال وأوساخ علم الأصول لا شأن لي بأولئك في آخر هذا الدعاء ماذا نقرأ في السجود في آخر الدعاء هناك سجود في السجود ماذا نقول سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي ما أقلت الأرض مني لله رب العالمي هذا هو معنى السجود سجد وجهي الذليل لوجه الله ولكن السجود لوجه الله هو السجود لله الدعاء يبين هذه الحقيقة أقرأ عليكم النص مرة أخرى النص موجود في آخر الدعاء سجد وجهي الذليل لمن لوجهك العزيز الجليل لوجهك سجد وجهي البالي الفاني لوجهك لوجهك الدائم الباقي سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير هذه ثلاث مرات ثم ماذا يقول الدعاء سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمي فسجودي فسجودي لوجهه هو سجود له سبحانه وتعالى من وجهه وجهه غيره وجه الله غير الله من هو وجهه هناك فهماني لهذا الوجه هناك فهم لا نعرف ما معناه وهو الذي يشيع في ساحة الثقافة الشيعية وأشاعه مراجعنا وعلماؤنا هكذا الاتجاه لا ندري إلى أي مكان هذا هو وجه الله وهذا الفهم فهم شافعي أشعري معتزلي بالأصالة وبالدقة قطبي أيضا ما هي هذه المعاني هي هي عند القطبيين أما عند علي أمير المؤمنين الأمر يختلف من تتبعون يا أشياع ماذا أقول عليها لأنكم لو كنتم أشياع لعلي لاتبعتم علي تقولون نحن أشياع علي علي كذا يقول هذا هو الطبرسي هذا هو كتاب الاحتجاج صفحة 252 طبع ذات الجزعين مؤسسة الأعلم بيروت لبنان ماذا يقول علي تحت عنوان احتجاجه في آي متشابهة يتحدث عن آل محمد قال وهم وجه الله هم وجه الله هذا علي يقول وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله هذا علي ما أنا الذي أقول وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله يستمر أمير المؤمنين يقول هم بقية الله يقول يعني المهدي وجه الله يعني المهدي هذا هو كلام علي هذه العبارة أقرأها عليكم بنصها من كلام سيد الأوصياء وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله هم بقية الله يعني المهدي يعني المهدي من كلام علي ليس من كلامي يعني المهدي وفي نفس الكتاب ماذا يقول صادقهم في جملة احتجاجات الإمام الصادق هذا الذي يسأل الإمام قال أفيصلح السجود لغير الله هل يكون السجود لغير الله قال لا لا يمكن السجود لله فقط قال فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم كما في القرآن قال إن من سجد بأمر الله سجد لله إذا كان إذا كان عن أمر الله السجود كان لله لأنه كان بأمر الله صحيح الملائكة سجدوا لآدم إن من سجد بأمر الله سجد لله إذا كان بأمر الله إذا كان عن أمر الله هذا كلام علي وهذا كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أن هذه المضامين تشرح هذه العبارات الموجودة في آخر دعاء الجوشة الصغير سجد وجهي الذليل لوجهك الجليل سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي الباني الفاني لوجهك الدائم الباقي سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين فوجه الله تبين معناه من كلام علي إنه إمام زماننا والسجود لوجه الله بأمر الله سجود لله سبحانه وتعالى هذه أدعية آل محمد وهذه كلماته وهذه رواياته وهذه أحاديثه وكل هذه المضامين تتجلى في معنى السالمية لعلي وآل علي ومعنى السالمية في الشيعة لعلي وآل علي إنها السالمية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بيّنت قبل قليل وابنحو إجمالي معنى ومضمون التسبيح الموسوم بالعظمة في الركوع والموسوم بالعلو في السجود والركوع عنوان للتسليم والسجود عنوان للسالمية ومر الكلام في ذلك وقد شرحت معنى التسبيح في الحلقات المتقدمة التسبيح هو اتصال ببحار النور التسبيح سباحة اتصال ببحار النور لأي شيء المعنى المعنى الذي تجلى في تسبيح الملائكة في معراج محمد صلى الله عليه وآله حين نفرت الملائكة الى اطراف السماوات سبوح قدوس ما اشبه هذا النور بنور ربنا وفي طبقة من الطبقات نفرت الملائكة وسجدت سبوح قدوس الهان اله في الارض وإله في السماء كما في الرواية في تفسير العياش التسبيح اتصال ببحار النور فالملائكة حين اشرق لها نور محمد صلى الله عليه وآله قطعا بحسبهم وإلا فهم لا يحتملون نوره العتم خرت الملائكة ساجدة مسبحة اما في الصلاة المعراجية فالتسبيح هو ارتباط بمعنى العظمة وبمعنى العلو الذي لا ندركه لكنه يتجلى في وجشه كما في دعاء البهاء اللهم اني أسألك من عظمتك بأعظمها والمعنى هو هو اللهم اني أسألك من علوك بأعلى الرواية في علل الشرائع في الجزء الثاني باب 12 عن إمامنا الصادق وسائل يسأل رواية طويلة أأخذ منها موطن الحاجة فقلت لأي شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة في الأخيرتين يعني في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الرباعية أو في الصلاة المغرب في الصلاة الثلاثية فقلت فقلت لأي شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة يشير إلى السبحانيات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقلت لأي شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة قال لأنه والحديث هنا عن الصلاة المعراجية قال لأنه الهاء يعود على محمد صلى الله عليه وآله قال لأنه لما كان في الأخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة الله فدهش فدهش أو فدهش وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك العلة صار التسبيح أفضل من القراءة فالتسبيح في كل جهاته هو ارتباط بمعاني العظمة والعلوم ومعاني العظمة والعلوم ترتبط بعرش رب العالمين مرت علينا الرواية في الصلاة المعراجية أن النبي صلى الله عليه وآله جاءه الأمر من الله أن تأطأ فتأطأ صلى الله عليه وآله وأشرف على العرش وتجلت له عظمة من عظمة من عظمة الله سبحانه وتعالى فالسبحانيات فيها رمزية ودلالة تربطها بالعرش وأنا أقرأ من نفس الكتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق الرواية الثانية من باب 138 صفحة 312 من الجزء الثاني الإمام الصادق وجه له هذا السؤال لما سميت الكعبة كعبة قال لأنها مربعة كعبة يعني مكعب لما سميت الكعبة كعبة قال لأنها مربعة فقيل له ولم صارت مربعة قال لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع فقيل له ولم صار البيت المعمور مربعا قال لأنه بحذاء العرش وهو مربع فقيل له ولم صار العرش مربعا قال لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا المضمون بحاجة إلى شرح لكنني لست في مقام شرح كل التفاصيل نأخذ الرواية بمجملها فالكعبة مربعة لأنها صورة عن البيت المعمور هو مربع والبيت المعمور مربع لأنه صورة عن العرش فالعرش مربع والعرش مربع لماذا لأن حقيقة الإسلام لأن حقيقة الدين مربعة هي الأخرى والإشارة إلى هذه السبحانيات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مضمون العرش هو هذا مثل ما مضمون الكعبة في وجودها الأرض يتجلى في البيت المعمور في السماء الرابعة ومثل ما مضمون البيت المعمور في السماء الرابعة يتجلى في العرش الإلهي في السماء السابعة والعرش الإلهي مضمونه هذه الكلمات هذه الكلمات رموز وعناوين ومفاتيح تشير إلى مضمون هذا العرش المربع بكل تكوينه وليس الحديث عن المربع هنا في البعد الطبيعي أو المادي أو الفيزيائي ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ وأن أرواحكم والخطاب لمن لآل محمد وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلاقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين جعلكم بعرشه محدقين أحدقوا بالعرش أحاطوا به هم الحقيقة الأوسع حقيقتهم محيطة بكل هذه المضامين أينما تولوا فثم وجه الله هذه الإحاطة أينما تولوا فثم وجه الله في كل عالم من العوالم في كل طبقة من طبقات هذا الوجود أينما تولوا فثم وجه الله هذا هو وسائل الشيعة هذا هو الجزء الرابع من وسائل الشيعة لشيخنا الحر العاملي من شوراة المكتبة الإسلامية طهران إيران صفحة تسعمية وثلاثة وتسعين باب خمسة الرواية الأولى هذه الرواية الأولى رواها شيخنا الكلين في الكافي ورواها الشيخ الطوسي في كتابه التهديد عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر أي شيء أقول في التشهد والقنوت ماذا أقول حين أتشهد في صلاتي في التشهد الوسطي في التشهد الأخير وفي القنوت قال قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس ولذا لا توجد عندنا صيغة واحدة للتشهد هناك صيغة عديدة وكثيرة هذه الصيغة التي تعارف عليها الشيعة هذه الصيغة وردت في الروايات واختارها الشيخ الطوسي لأنها هي نفس صيغة الشافعي هناك صيغ أخرى عديدة وردت عن الأئمة الشيعة لا تتعامل معها وهذه الرواية تشير إلى حقيقة وهي إننا نستطيع أن نصوغ صيغة تشهد نعكس فيها أحسن ما علمنا نعكس فيها أحسن ما علمنا هناك صيغ موجود هناك صيغ عديدة أتعلمون أن من جملة هذه الصيغ ورد في الروايات التشهد فقط فيه الشهادة الأولى وثانية قطعا هذا للتقية واضح ولكن وردت الروايات من أن الشهادة الأولى وثانية تكفيان في التشهد فقط إضافة الصلوات وردت في روايات أخرى واختارها الطوسي وفاقا للشافعي هناك نصوص أخرى يمكن للمصلي أن يختارها ويمكن للمصلي أن ينشئ صيغة تشهد من خلال روايات وأحاديث أهل البيت ومن خلال أدعيتهم بحيث يعرض فيها أحسن ما يعتقد على سبيل المثال أعطيكم مثالا وليس بالضرورة أن يكون هذا هو المثال الأكمل والأتم ولكن على سبيل المثال قطعا إذا كان المصلي عنده وقت وعنده توجه وأراد أن يذكر في تشهده مثلا تشهدا مختصرا ولكنه يشتمل على أحسن ما علم أو يشتمل على أحسن ما علم من الذين علموه آل محمد فأن يقول المصلي مثلا في تشهده بعد التحميد الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وأبناءهما الأئمة المعصومين أولياء الله وحججه وأشهد أن قائمهم بالحق الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا وجه الله الذي إليه أتوجه وعروته الوثق التي بها أتمسك وحبله المتين وصراطه المستقيم وبابه الذي لا يؤتى إلا منه وسببه المتصل بين الأرض والسماء وسبيله الذي من سلك غيره هلك اللهم صل على محمد وآل محمد هذه صيغة مستقات من نصوص أهل البيت تلخص عقيدتنا في آل محمد لا يشترط أن تكون الصيغة هكذا هذا مثال ضربته لكم تطبيقا لما قاله إمامنا الباقر حين قال قل بأحسن ما علمت قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس قال قدر من التشهد الواجب أقل قدر من دونه يكون التشهد باطلا ومن دونه تكون الصلاة ليست صحيحة التشهد يجب أن يشتمل على الشهادة الثالثة هذا أقل ما يمكن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن علي ولي الله وأشهد أن علي أمير المؤمنين هذه الصيغ كلها صحيحة وأشهد أن علي أمير المؤمنين ولي الله حقا حقا كل هذه الصيغ صحيحة لكن يجب أن تضاف إلى التشهد لا بعنوان الاستحباب بعنوان الاستحباب إساءة إلى أمير المؤمنين انتقاص من علي بن أبي طالب لابد من ذكر علي في التشهد استنادا إلى فتوى المرجع الأعلى الأعلى الذي ليس له نظير جعفر بن محمد فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين الفتوى التي أعتمد عليها هي هذه فتوى جعفر جعفر الجعاثر إنه ابن محمد ماذا تريدون أن تقولوا ابن محمد الباقر هو ابن محمد الباقر ابن محمد المصطفى هو ابن محمد المصطفى الخيار إليكم فهذا قانون يضعه الباقر بين عيدنا قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقة محدد لهلك الناس لو كان موقة محددا على الشيعة الظروف تختلف إذن التشهد مساحة مفتوحة للمصلي أن يقول فيها بحسب الزمان بحسب المكان بحسب أحكام التقية أن يقول فيها بأحسن ما علم وبأحسن ما علم من فقه محمد وآل محمد أقل ما يمكن في التشهد أن يذكر علي من دون ذكر علي صلاتك لا قيمة لها من دون ذكر علي في التشهد الوسط والأخير إذا صليت فابسق على صلاتك والق بها في المزبلة لعل هذا يكون سببا لرحمتك من قبل إمام زمانك فالصلاة من دون علي لا معنى لها لا قيمة لها فالتشهد هناك صيغ وقرأت بعضا منها ويمكنكم أن تراجعوا كتب الحديث وتختاروا صيغة من هذه الصيغ وكذاك الأمر مع القنوت هناك أدعية وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل الأدعية في القنوت بنحو عام الدعاء لإمام زماننا الصلاة على محمد وآل محمد الدعاء بتعجيل الفرج الصلاة على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم إذن بشكل مختصر إذا أردت أن تختصر القنوت اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم قنوت جامع صليت على محمد وآل محمد ودعوت بتعجيل الفرج ولعنت أعدائهم وهذا هو القنوت الجامع فأفضل الأدعية الدعاء بتعجيل الفرج لأن الإمام أمرنا بذلك الإمام أمرنا وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج أمر صريح وأفضل مواطن الدعاء القنوت في الصلاة من أفضل مواطن الدعاء القنوت في الصلاة وأفضل أنواع الأدعية الدعاء بتعجيل الفرج الصلاة على محمد وآل محمد اللعن على أعدائهم اللعن على أعداء محمد وآل محمد العنوان الأول العنوان الأول اللعن على أعداء فاطمة اللهم العن ظالم فاطمة وآل فاطمة اللهم العن قاتل فاطمة وآل فاطمة هذا العنوان الأول من اللعن واللعن مهم في منظومة الصلاة الصلاة من دون لعن ناقصة قبيحة قبيحة جدا الصلاة من دون لعن قبيحة قبيحة إلى أبعد الحدود دعوني آتيكم بأمثلة أمثلة سريعة ولكن قبل أن أذهب إلى أمثلة كي أسرع في الحديث لابد من الإشارة إلى التسليم التسليم حاله حال التشهد وأفضل صيغه أن نسلم على النبي وعلى أهل بيته أما هذه الصيغة الموجودة هذه صيغة قريبة من الذوق الشافعي هذه الصيغة المعروفة لا أدري مراجعنا لماذا دائما يختارون أقرب المضامين إلى الذوق الشافعي من الأشياء الواضحة في حديث أهل البيت هو استحباب ذكر أسمائهم قد يكون هذا في القنوت أن نذكر أسمائهم فقط أن نذكر أسمائهم مرة أصلي عليهم مرة أخرى أذكر أسمائهم وألعن أعداءهم مرة أخرى أقسم بهم على الله وأخرى فقط أذكر أسمائهم فذكر أسمائهم هو من أفضل الأذكار حين نذكر أسمائهم فنقول محمد 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 علي علي فاطمة فاطمة وهكذا ذكرهم هذا هو أشرف الأذكار كل هذه المضامين موجودة في أحادث أهل البيت لماذا لم يعلمنا مراجعنا على ذلك لا أدري أهل البيت هكذا يريدون منا هذا كله في حديثهم سلوا العلماء والمراجع لماذا لم يعلمونا والأغرب من هذا الآن الكثير من هذه العمائم وحتى الكبيرة حين يسمعون هذا الكلام سينكرونه لأنهم لم يطلعوا على أحاديث أهل البيت ما عندهم ثقافة شافعية فكر شافعي منطق شافعي ما عندهم هو هذا ألا ترون يا أشياع علي إذا كنتم أشياع علي أنكم ترددون دائما إن الشوافع يشبهوننا مضحوك عليكم نحن نشبه الشوافع مضحوك عليكم نحن نشبه الشوافع وليس الشوافع يشبهوننا لو كان الشوافع يشبهوننا لأخذوا هذه الروايات وعملوا بها لماذا نحن ذهبنا وعملنا بما يعملون نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم دعوني أقرأ عليكم صيغة تشهد وتسليم من كتاب الفقه الرضوي فقل في تشهدك التشهد مع التسليم وهناك صيغة أخرى هذه الصيغة على سبيل المثال بسم الله وبالله والحمد لله أنا أقرأ من الفقه الرضوي تحقيق مؤسسة آل البيت صفحة مية وثمانية مية وتسعة فإذا صليت الركعة الرابعة فقل في تشهدك بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة التحيات لله والصلوات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات التامات الناعمات المباركات الصالحات لله ما طاب وزكى وطهر ونمى وخلص فلله وما خبث فلغير الله أشهد أنك نعم الرب وأن محمداً نعم الرسول وأن علياً نعم المولى وأن الجنة حق والنار حق والموت حق والبعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمداً وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسني والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين بعد ذلك يأتي السلام على إمام الزمان في زمن الإمام الرضا على الإمام الرضا وفي زماننا هذا على إمامنا الحج اللهم صل على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط اللهم صل على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار اللهم صل على جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ورسلك أجمعين من أهل السماوات والأراضين وأهل طاعتك أكتعين أكتعين يعني أجمعين واخصص محمدا صلى الله عليه وآله بأفضل الصلاة والتسليم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذه الصيغة وردت عن إمامنا الرضا والصيغ أخرى عديدة ولكن كما بين إمامنا الباقر في قانون التشهد قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت حتى هي هذه الصيغ هذه الصيغ ذكرت فيها الملائكة والأنبياء بينما الذوق الأعلى لمحمد وآل محمد التركيز يكون فقط عليهم لا على غيرهم هذه الصيغ ذكرت فيها العقائد العامة من الجنة والنار والبعث وأمثال ذلك والملائكة ذكروا والأنبياء بينما التركيز لا بد أن يكون كما في الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل لماذا؟ لأننا لم نؤمر بالالتزام بنص معين هناك نصوص عديدة والإمام الباقر وضع لنا صيغة وقانون في التشهد قل بأحسن ما علمت بأحسن ما علمت فأحسن ما علمت على الأقل بالنسبة لهذا العبد الماسوني كما يصفني من هم في المؤسسة الدينية لأنني أركز كثيرا على ذكر علي صرت ماسوني لهذا السبب الذي أعلمه على الأقل التزاما بقول الإمام الباقر قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت الذي أعلمه على الأقل كما قال علي والرواية في كتاب الإختصاص لشيخنا المفيد رحمة الله عليه علي يقول أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن أنا المحي أنا المميت هو الأول والآخر ليس يدري بكنه ذاتك ماه ليس يدري يا أمير المؤمنين ليس يدري ليس يدري ليس يدري بكنه ذاتك ماه يا ابن عم النبي إلا الله ليس يدري ليس يدري ليس يدري ليس يدري بكنه ذات كماه يبنع من نبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث كل الأصلاحات في الفلسفة في الكلام في التصوف في العرفان في المنطق في كل مكان ممكن واجب قديم حديث عنك تنف الأنداد والأشباه قلت للقائلين قلت للقائلين أنك الله قلت للقائلين أنك الله أفيقو 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 فالله قد سواه هو مشكات نوره والتجلي علي هو هذا هو مشكات نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه هو مشكات نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه ليس يدري يا أمير ليس يدري ليس يدري بكنه ذاتك ما هو نذهب إلى فاصل فكمال التسليم في آخر الصلاة التسليم على رسول الله وعلى أهل بيته الأطهار والعنوان الأوضح إمام زماننا سواء ذكرنا ذلك بالإسم أو بالعبارة التي وردت في آخر الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا هنا نسلم على إمام زماننا صيغة التسليم على أهل البيت وردت وردت في عبائر مختلفة ويمكننا أن نسلم عليهم بما نختاره من زياراتهم أو بما نوجزه من خلال ما علمناه من نصوص أحاديثهم على سبيل المثال وإنني لا أشرع هنا أعطيكم مثالا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام على أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسني والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين السلام عليك يا بقية الله يا حجة الله يا صاحب الأمر والزمان ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعني بالتسليمة الأخيرة نعني إمام زماننا الحجة بن الحسن أتعلمون بحسب روايات أهل البيت من أفضل التعقيبات من أفضل التعقيبات صحيح تسبيح الزهراء تعقيب من أفضل التعقيبات الدعاء بتعجيل الفرج تعقيب من أفضل التعقيبات الصلاة على محمد وآل محمد من أفضل التعقيبات اللعن على أعدائهم من أفضل التعقيبات وقد يكون واجباً قد يكون واجباً لا بد من اللعن من لعن أعدائهم وقد يكون واجباً قد يكون هذا الأمر بعض كلمات الأئمة تشعر بذلك ولكن من أفضل أنواع التعقيبات هو أن نذكر أسماء الأئمة أن نذكر أسماء محمد وآل محمد إذن هل يوجد في الصلاة في مقدماتها وفي ملحقاتها وفي أولها وفي وسطها وفي آخرها هل يوجد شيء لا علاقة له بمحمد وآل محمد لماذا إذن صلاتنا لا علاقة لا بمحمد وآل محمد هل لا سألتم أنفسكم لماذا لماذا تعلمنا المؤسسة الدينية ويعلمنا مراجعنا في الرسائل العملية صلاة لا علاقة لها بمحمد وآل محمد لماذا يعلم وكلاء المرجعية الناس صلاة لا علاقة لها بمحمد وآل محمد لماذا تعلم الفضائيات ذلك لماذا تعلم الحوزات ذلك لماذا تعلم المدارس والمساجد والحسينيات ذلك لماذا أنتم تصلون صلاة لا علاقة لها بمحمد وآل محمد لماذا هل لا سألتم عنفسكم ما هي هذه رواياتهم وحاديثهم وكلماتهم عندكم جواب الجواب واضح لأنكم ما أنتم بشيعة لأهل البيت أنتم شوافع الجواب واضح صحيح أنتم في قلوبكم تحبون أهل البيت بألسنتكم تقولون نحن شيعة لكن في الثقافة والعقائد والمعرفة والمعلومات أنتم شوافع ما أنتم بشيعة أهل البيت هذا هو الواقع وهذا هو المنطق والبرنامج هذا من أوله إلى آخره نحن الآن في الحلقة 162 مئات من الساعات مئات من الوثائق والحقائق كلها تنطق بهذه الحقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر